ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ واحد من أهم الأسئلة المصرية التي تتعلق بالحياة والحياة الأبدية وتتميز المسيحية أحبائي بتلت أمور يعني متفردة لا مثيل لها أولاً بكتابها هو كتاب إلهي ثم بخلاصها هو خلاص إلهي ومخلصها الرب يسوع المسيح المتميز الفريد الذي لا مثيل له كل الأديان بتتمحور حول التعليم أو التقوس المسيحية تتمحور حول المسيح المخلص الحي الذي ما زال يعمل حتى هذه اللحظة وهذا السؤال أحبائي سؤال في غاية الأهمية سؤال بسيط جداً ولكن يحمل في طياته موضوع هام وموضوع عميق موضوع روحي مهم جداً لكل واحد بشاهدنا في هذا البرنامج ماذا أفعل لكي أخلص؟ والحقيقة أن العالم كله عم بفتش وعم بيبحث عن وسيلة خلاص الناس جربت الأديان وجربت السياسة وجربت أشياء كثيرة ولكن في بحث في جوع روحي في عطش روحي في كل مكان وهذا السؤال لا أحد يستطيع أن يجيب عليه إلا شخص واحد وحيد وهو الرب يسوع له كل المجد ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر